عن خمسة أوقات يصلى فيها النفل المطلق يصلى فيها النفل المطلق هذه الأوقات ثلاثة منها النهي شديد ووقتان النهي خفيف أما الثلاثة التي النهي فيها شديد جدا فهي عند طلوع الشمس لما تبدأ الشمس تطلع لا يجوز للإنسان ويحرم عليه أن يصلي اختيارا في هذا الوقت ثانيا عند غروب الشمس لما يبدأ قرص الشمس يغيب شيئا فشيئا هنا يحرم على الإنسان أن يصلي لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وخبره الصدق والحق وهو الصادق المصدوق أن المشركين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها هذا واحد والعلّة الثانية أنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان هذا اثنين بين قرني شيطان واضح؟ الوقت الثالث الشديد عندما تكون الشمس في كبد السماء في كبد السماء يعني قبل أذان الظهر بدقيقتين ثلاثة أربعة هذا الوقت شديد لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذا الوقت تسجر فيه النار تسجر فيه جهنم عاذنا الله وإياكم من النار والأوقات الثلاثة هذه من فضل الله أنها يسيرة وليست طويلة يعني تقريبا غروب الشمس يستغرق الوقت دقيقتين ثلاثة يعني حتى نتأكد من غياب قرص الشمس عند طلوع الشمس كذلك عند غروب الشمس وعند طلوع الشمس كذلك عند طلوع الشمس لا حتى ترتفع قيد رمح يعني عند غروب الشمس الآن لما تغرب دقيقتين ثلاثة دقيقتين ثلاثة أربعة ولذلك الآن أئمة المساجد يستعجرون في صلاة المغرب خمس دقائق ثمان دقائق ويقومون الصلاة عند طلوع الشمس لا ننتظر عشر دقائق أو خمسة عشر دقيق لأن الارتفاع كما حدد ذلك أهل العلم وبينوه قيد رمح والرمح يقولون طبعا هذا المقدار الذي يقيسون فيه قديما تقريبا ثلاثة عشر دقيقة إلى ربع ساعة وبعضهم يقول عشر دقائق لكن الاحتياط فلما ترتفع بعد ربع ساعة يبدأ الناس يصليون صلاة أضحى بارك الله فيك هذه الأوقات النيفية شديد وأما الوقتان الذكرت خفيفان هما من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وترتفع قيد رمح ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس هذان الوقتان مملوعة فيهما النفل المطلق النفل المطلق والعبرة بفعل الصلاة وليس بدخول الوقت يعني أفترض الآن صليت العصر يعني أذن العصر أذن العصر وما صليت إلا بعد ساعة نقول بعد الصلاة يبدأ وقت النهي يعني لو صليت قبل أكثر من ركعة من ركعتين ركعتين أربع ستة عشر ما في بأس لكن من فعل الصلاة خلاص يبدأ وقت النهي كذلك الفجر الآن الناس في المساجد الفجر متى يصلون بعد الأذان خمسة وعشرين دقيقة ثلاثين دقيقة لو أن امرأة في البيت أذن الفجر وما صلت الفجر إلا بعد ساعة يكون الوقت ما زال باقي لأن الشمس ما تطرأ فصلت في هذا الوقت بعد صلاة فعل الصلاة هو الذي يدخل وقت النهي بالنسبة لها يدخل وقت النهي بالنسبة لها هذان الوقتان اللي هو بعد الفجر وبعد العصر ما يجوز النفر المطلق لكن يجوز قضاء الفوائت مثل الفريضة نسيتي صلاة الظهر يجوز تصلينا بعد العصر نسيتي السنة القبلية أو فاتك السنة القبلية أو البعدي لصلاة الظهر تصلينا بعد العصر يجوز كذلك الفجر واحد راح للمسجد وتفاجأ وإذا الجماع يصلون الإمام يصلي ما صلى السنة والقبلية يصلي معهم ما يجوز يصليها والصلاة قائمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فيصلي معهم وبعد الصلاة يقضي السنة القبرية اللي فاتتها قبل الصلاة